السلام عليكم مرحبا بجميع الاخوة في تحليل خاص بالمنتخب الوطني المغربي للشباب اللي يتآهل رسميا النيهائية دي الكان 2021 اللي يتكون ان شاء الله في فبراير اللي يتكون السنة المقبلة في الملاعب دي المغريطانيا مبروك على المغاربة كاملين مبروك على هاد الفئة هادي اللي خمسة عشر السنة هم كي حاولوا على انهم يتآهلوا للكان وكانوا كيفشلوا فيه اخيرا كان قادروا على اننا ننجحوا ونتآهلوا للكان المونتخب الوطني المغريبي في الفئة هادي عانى الأمرين من 2004 من الجيل اللي كان انا داك المدرب دياله هو فتحي جامال من هاداك الجيل ما قادرناش نوصلول لنيهائية دي الكان هاداك الجيل اللي كان عصابره جيل اللي كان ذهبي في الفئات السنية دي المنتخب الوطني المغربي اللي قدر على انه يمشي لنيهائية دي الكأس العالم اللي كان تمدمه في المونتương وقدم مبارئة كبيرة وكامل اللي كانت ذكره بأنه وصل النصف نهائي من بعد ما قام بمباريز كبيرة يام على اليابان يام على المنتخب دي الايطاليا ووصل المباريز النصف اللي كانت خسر مع المنتخب دي نيجيريا وقدم مباريز كبيرة أنا ذاك ودازت مرحلة دي الفارغ كبيرة 15 لسنة ما كتأهلش هدف حد داته كيخلي واحد العقدة وكيخلي واحد الحاجة اللي كتكون صعيبة وتحدي كبير على أنك تكسر هدك الحاجز دي الفارغ اللي الحمد لله تكسر ما زاكري عبوب والوليدات اللي معاه اللي قدموا مباريز كبيرة غدا نظر على اللاعبين والمستوى اللي قدموا في الاقصائية دي الكان في المجموعة هدي اللي كانت تقدم المنتخب دي الجزائر اللي ربحناهم بواحد زيرو وكذلك المنتخب دي التونس اللي تعدنا معهم بواحد لواحد وكذلك المنتخب دي ليبيا اللي لعبنا معه المباراة دي اليوم اللي كانت مباراة صعيبة واللي الصعب هو أنه هدك 15 لسنة دي الفارغ ما بغيناش أنها تكر وحتى اللاعبين دخلوا في العقل يديلهم على أنهم الخوف من الفشل خايفين على أنهم يخسروا لاعبين دي المنتخب الوطن المغربي شفنا بأنهم كانوا خايفين بزاف على أنهم يزيدوا عند الخاصم خاصة في الشهو التاني وهذا اللي خلانا نشوفوا المباراة بها ديك الصعوبة بحكم أن المنتخب دي ليبيا بقى عنده مباراة أخرى مع المنتخب دي تونس كانوا لاعبين أقل ضغط من المنتخب الوطن المغربي بحكم أنه هدي آخر مباراة عندنا نتعادلوا الربح ونتأهلوا وإلا خسرنا را كان غادي يكون الإقصاء والحمد لله ما كانش والمنتخب لم يصر اللي ينساحب بسبب الحالات دي الوباء اللي كانوا عنده في اللاعبين دي ولو عليها مشاركش ومالعبش في المباريات دي الإقصائيات في هذه المجموعة هدي للحمد لله المنتخب الوطن المغربي يتأهل منها وهذا هو المهم المباراة كانت صعبة لي صعبها كيف ما ذكرنا هو أنه المنتخب خايف يخسر باغي التعادل باغي أنه ينتصر الهدف اللي يستجلنا في البداية دي في المباراة في الشهوط الأول فهو أعطى أريحي للمنتخب الوطن المغربي على أنه يجير المباراة دي له بطريقة مزينة لكن من اللي يستجلوا علينا الهدف دي التعادل كانت صعوبة بالنسبة للمنتخب دي اللي بيا اللي حاول أنه يملك لينا وسط الملعب بخمسة دي اللاعبين اللي لعبوه بربعة جوج تلاتة وحد برأس حربة وهمي اللي كانو كيتبادلوا هذا الربعة دي المعركز ديهم كاملين وكانو كيدغطوا علينا في المنطقة دي Contract باش منديروش البناء من الخلف للمنتخب الوطن المغربي مع الزكري عبوب فهو اختار ربعة 4 عجوج يلعب اللاعب المباشر والكورة الطويلة عليها شيفنا أغلب الكورات دي المنتخب الوطن المغربي Lynch German new toichen اللي كانو كيمشيوا من اللاعب الكابيتان ينتحيف كانو كيمشيوا به كورات طويلة المنتخب القوة وهي التمرارات الصغيرة والتمرارات اللي كتكون ما بين الخطط وما بين اللاعبين بحكم أن اللاعبين كاملين المستوى ديالهم فنيين مستوى مزيان بمعنى أنه الاستيلام وتسليم كيكون طريقة مزيان وما كيكون مش أخطاء ما بين اللاعبين كاملين في المراكز اللي كيلعبوا فيها لكن نهج اللي اختار زاكريا عبوب لأنه يلعب اللاعب المباشر واللاعب الطويل ربما لأنه باش ما أنه ما يضيحش الكورة في وسط الملعب والضغط اللي يدير الليبيا في وسط الملعب ما تضعش لنا الكورة وتمشي هجمع أكسية علينا عليها كان كي يحاول أنه يقاني لي وسط الملعب ديالليبيا ويلعب الكورة الطوال فبالنسبة لللاعبين باش نعطي لي كل دا حقا حقاه داروا مباراة اللي مزيانة ابتداء من الحارس بالعروش اللي دار مباراة كبيرة حي تجوش ديال الاهداف اللي كانوا يقدروا يسجلوا من المنتخب ديالليبيا وكان بوحد الكاريز من اللي مزيانة وتعقى كبيرة لجميع اللاعبين غادي نغدر على أنهم خصوم يشتغلوا يزيدوا يخدموا باش إن شاء الله يطلعوا الفئة الكبرى ويكونوا عندهم مستوى مزيان وتكون الاستمرارية ما بغيناش يتكرر السيناريو ديال الفين وربعة والمنضيال ديال الفين وخمسة للشباب كان عندنا منتخب نموذجي ومنتخب عالمي لكن الخدمة اللي خاصة تكون الاستمرارية ما كانت شيئا من طرف اللاعبين وكذلك من طرف المسيرين ديال الكورة المغربية آنا داك فما بغيناش هاد الخطأ اللي دار يتكرر مع هاد اللاعبين هادو بالنسبة للدفاع العب رمزي لقدموا بارة كبيرة واللاقاطات اللي غادي ندوز إن شاء الله فغادي تبين على أنهم لاعبين اللي كانوا عندهم ملجة تاكسيكي مزيان هاده ها غادي نوضحوا واحد صورة بأنه اللاعبين اللي كانوا وحد كيكوفريه له وحد وحد كيغطع له وحد أerei تاحيفا وكذلك اللاعب رمزي اللي كانوا كيغطعوا على بعض ديالهم وهاد Лاعب كوفيرتير فهي بعض اللاعبين اللي كبار وكيلاعبوا في المناتخب الأول دي المنتخب الوطني المغربي وكاينين بعض اللاعبه ما كانوش كيديروها فهم زيانة من اللي كان كيديرها تاحيفا وكذلك رمزي الهدف منه هو أنه لا يقلوا على التسلل هو واحدة تأمين اللاعب الذي يكون هو بزيد القرا الصادق يغطى عليه كذلك اللاعب المدافع للمشكلấyهم يجليس في الجيل الذي يكفوه فيه القرا وهذا الطريقة يكون م sendsاء فيها التأمين و الثاني يكون فيه عملات القراءة في اليسر لعب اللاعب دريوش في ظل انه كي الغياب والتوقف والتوقف دي لللاعب سبول لاعب دي الرجاء اللي هو اللي يلعب في المباراة اللي قبل لوسط الملعب كان فيه لاعب مهدي مبارك وكذلك اللاعب تير غالي اللاعب دال مارسيليا خريج دي الأكاديمية محمد السادس الحمد لله بدأت كسبها الخدمة دي هذا الأكاديمية هذي والأطر اللي فيها والخدمة وكيفاش اللاعبين اللي خرجوا لنا لاعبين فنيا ما عندنا ما نقولوا المستوى دي لهم عالي وعالي جدا المنسب دي اللي هي قلبة دانية فربما تلاحظوا بأنه كان قليل في شهو تاني وهذا راجع لتراكم دي المباراة وما كينش واحد الحيي الزماني ما بين المباراة واخرى مرتاحوش بزاف عكس المنتخب دي ليبيا اللي ملعبش بزاف دي المباراة احنا لعبنا بزاف دي المباراة هما يلاح لعبوا مباراة وحدة اللي كانت مع الجزائر احنا لعبنا جوج دي المباراة مع تونس ومع الجزائر وما كينش واحد مدة بيناتهم باش اللاعبين رجعوا اللي يقال بدنية دي لهم هدا اللي كان خصوم يزيدوا اللاعب يشتغلوا على اللي يقال بدنية دي لهم اللي يقال بدنية هي اللي كتوقف اللاعب وكتعطيها قوة مع الخصوم والمنافسين دي يولوا المستوى دي اللاعبين دي الوسط الملعب اللهم مبارك مستوى كبير فنيا طاكتيكيا والانضباط والوقوف ديالهم بطريقة اللي مزيانة عابدة هيتم اللاعب دي الخريج دي اللاماسية خريج دي الاكاديمي دي البارسا من اكبر الاكاديمية على المستوى دي العالم في انتاج المواهب اللي كينعب ده بحالين في مالاقا المستوى دي اللاعب مستوى هائل ولكن من اللي تحول من هاد الجيه اليسرى الى الجيه اليومنا بحالة حدات خطورة دياله بحكم انه لاعب اللي كيمشي في العرض دي الملعب اللي كيمشي على الخط دي الملعب وكيدير العرضية في الجيه الي لعب فيها هناك كانت شوية صعيبة عليها لانه يدير العرضية بالقدم اليومنا بحكم انه يلعب بالقدم اليسرى عكس الجيه الي كان يلعب فيها اللي كان يدير عرضية بالقدم اليسرى لمنهم جاء الهدف اللي كانت ماركة على الجزائر اللي ماركة اللاعب موهوب وبالنسبة لللاعبين دي الهجوم فكان اللاعب الزمراوي وكذلك اللاعب الدرعي لقدم مباراة مزيانة وكان من اللاعبين المزيانين من هاد المباراة هدي واللاعبين دي المنتخب الوطن المغربي من خلال طاكسيك ديالهم فهما طبقوه بطريقة مزيانة شفنا بأن المنتخب العب ربعة ربعة جوج اللي كاركيد غط بجوج ديال اللاعبين على المدافع ديال ليبيا وباش ما يخرجوش الكورة وهذا الطريقة هدي فهي اكتر تأمينا بحكم انه غاد يدافع بوطن المغربي باش أنه يحاول انه يكسر الهجمات ديال الفارق الخصم وشفنا بأنه التحول كان كيكون دي اللاعبين دي المنتخب الوطن المغربي بوحد الطريقة اللي هي جماعية باش يغلقوا جميع الممرات واللاعب اللي كيكون عنده الكرة ما يلقاش حول من طرف الأصدقاء ديالو وكذلك شفنا بأن المنتخب الوطن المغربي دير واحد هجمة اللي كانت مزيانة وطريقة دي التمركز والتحول دي اللاعبين ووحد كي دوبلع له واحد اللي شفنا أنه اللاعب محمد فرح والطريقة اللي دري وش دوبلع له كانت بطريقة مزيانة اللي كان المنتخب الوطن المغربي في التنشيط الهجومي ديالو كان مزيان كان عندنا مشكلة دي الانهاء الهجمات ولكن المستوى دي المنتخب الليبي في الدفاع ديالو خاصة اللاعب اللي عنده رقم 15 كانوا واقفين بطريقة مزيانة مما صعب علينا المأمورية الحل اللي كان في الدقيقة 30 عن طريق ضربة الجزاء اللي المنتخب الوطن المغربي الصادة عن طريق اللاعب تحيف وسجل اللاعب تيرغالين فهي كانت تتوج للمجهود دي المنتخب على أنه يوصل للشباك دي الخصم والمنتخب فهو استفد من هذاك الضغط اللي رما به بالتقل ديالو على المنتخب دي الليبيا كون زاكريا عبوب وكون رجع من البدياء وكون حاولنا على أننا نلعبوا على الدفاع ونحاولوا على أننا نلعبوا على التعادل كانت المباراة تكون صعيبة ولكن طريقة اللي لعبنا بها في الشوط الأول ومشينا نحن عند ليبيا فهي خلت ليبيا على أنها هي اللي ترجع والهدف اللي سجلنا عليهم فهو أعطانا إريحية باش نجيره الشوط الثاني بطريقة اللي كانت مزيانة ولاعبين فنية المستوى ديالو مزيان لكن ولابد على أننا نهضروا على بعض الأشياء اللي خاصة تصلح اللي شفنا الخطأ دي اللاعب تاحي في الدقيقة 42 على أنه يشد الكرة ومعرفش على أنه يدير كونترول بطريقة مزيانة ويخرج الكرة بطريقة مزيانة اللي ضعت له الكرة وكانت تجمع مورتدة اللي كانوا يقدروا على أنه يسجلوا علينا الهدف دي التعادل في الشوط الأول اللي الحمد لله اللاعب الرجعوا وقدروا على أنهم يكسروا هاد الهجمة هدي ويحيدوها والمنتخب الوطن المغربي خاصة ولابد على أنه يصلح بعض الجزئيات البسيطة ويخدمها للمنسب ديالي قلبها دانية باش يكون مزيان ومشيوا دابل بعض الأشياء اللي كانوا في الشوط الثاني للشوط الثاني كان صعيب البداية دي الهدف دي المنتخب دي الليبيا تمركوز دي اللاعبين دي المنتخب الوطن المغربي في الركنية المدرب زكري عبو بختار على أنه يدير حراسة رجل لرجل ما دارش حراسة المنطقة حراسة رجل لرجل اللاعبين دي المنتخب دارو خطأ اللي كان الهدف دي التعادل ما كانتش هديك لكل واحد يشد اللاعب اللي معاها ويحاول على أنه يقطع عليها الكورة وما يخليش أنه يلعب الكورة إلا وصلاته هاد شي باكانش وصلات الكورة عند اللاعب رقم خمستاش اللي دار ترويض كونترول ودار الكورة أضربها وسجل الهدف دي التعادل الهدف دي التعادل في البداية دي الشوط الثاني فهو لا صعب علينا المباراة وشفناها بشات فهد الايقاع هذا اللي كان صعيب علينا في الشوط الثاني اللي كان منتخب الوطن المغربي لقدر الله أنه يستقبل شهادة في آخر أطور المباراة ولكن الحمد لله فاللاعبين والتركيز ديالهم الدفاعي وخاصة الحارس خرجوا المباراة البر الأمان وشفنا بأن المنتخب حاول أنه يدير واحد الرجوع كلي يدافع به وما حاولش أنه يزيد يغامر وحتى المدرب زكري عبوب دار بعض التغيرات دخل اللاعب أحتي اللي دخل في المكان دي اللاعب محمد فراح وماللي أحتي يدخل فهو مبقاش لاعب هنا يا ولا لاعب في وسط الملعب إلى جانب اللاعب مبارك واللاعب تير غالين فهو زاد مبارك قدم اللاعبين ديال الدفاع بحالة تحولنا من ربعة ربعة جوجل لربعة واحد واحد واللاعب الزمراوي فهو اللي جال هاد المكان هذا واللي نلاعبين بربعة واحد ربعة واحد اللي كانت تتحول في الحالة الدفاعية لربعة خمسة واحد وكذلك اللاعب نبيل تشويزي اللي يلعب كرأس حربة حر من اللي يدخلو في شاوة ثاني في آخر أطور المباراة لكن الإمدادات اللي عزيكون من العرض ما كانت شبحوكم أن اللاعبين ديال المونتخب والله وبغان يسدوا وسط الملعب بش ما يتماركش علينا وهدي شي حاجة اللي كانت سيفدو حدين من اللي رجعنا للور كانت سيفدو حدين ممكن أننا نأمنوا الدفاع ديالنا وممكن أنه يكون واحد الخطأ اللي لا يسير يتماركه والحمد لله فالمونتخب الخيار ديال زكريا عبوب ولو أنها كانت مغامرة صعبة خرجت لنا المباراة بالطريقة اللي يبغى جير المباراة بالطريقة اللي يبغى ما يمكنش على أنه يغامر وخليت دار دياله خاوي خاصة أن المونتخب ديال ليبيا لعب أقل ضغط منه إحنا عندنا هي آخر مباراة هي هدي هما عندهم مباراة أخرى مع المونتخب ديال تونس اللي خاصهم هما فقط تعادوا ليدوزوا عليها لعبو بوحد اندفاع كتر من نحنا يا حيث باقي ما عندهم في نريكي بيرو في المباراة ديال تونس حنا ما بقاش عندنا هامش للخطأ عليها باش من الأداء دي المونتخب الوطن المغربي في الشهو التاني بان بأنه رجعنا بزاف وما عندنا ما نديرو بالنسبة الخمسطاش لسانة راهية كتشكل لك عقدة على أنك ما تخطأش كذلك مونتخب اللي لعب معها مسترح لي الله لعب مباراة وعنده مباراة أخرى بمعنى أنه خيخطأ هو فباقي عنده فين يسترجع وحنا اللي ما عندناش الحق لنخطأه الأهم هو أن اللاعبين بانت عندهم روح عالية ورغبة على أنهم يتأهلوا الحمد لله كيتأهلوا كانوا غيابات والتعويض ديالهم باللاعبين اللي ما بينش الفرق ولكن المنتخب الوطن المغربي خاص ما زال أنه يشتغل على المنسوب دياللياقة البدنية ليكال بدنية كتلعب دور كبير خاصة غادين الليعابوا مع المنتخبات ديالجانوب الصحراء وكان عرفوا بأنهم عندهم قوة بدنية كبيرة ليكال بدنية كبيرة اللاعبين ديال الدول دي شامال القارα كيلعبوا لفنية ديالهم الفرضية أكثر مالقوة البدنية واللاعبين ديالجانوب الصحراء كيلعبوا للعكس كيلعبوا للقوة البدنية والقوة البدنية دائما في هذه الفئة السنية كتشكل واحد العائق وكتشكل واحد الفرق كبير خاصة للمنتخبات دي الفئة السنية دي المغرب الحمد لله مبروك علينا التأهل وهذا هو الأهم الأهم كان هو أننا نتأهلو ونرجعوا النهائية دي اللي كان من بعد واحد الغياب اللي طويل وهذا هو الأهم شكرا لللاعبين كاملين على القتلية ديالهم شكرا لزاكري عبوب على الروح العالية اللي كانت عنده كلاعب اللي يعطاه لللاعبين وشفنا هاتشي على رقعة الملعب إذن إخواني جميع التفاصيل حاولت على أنني نتكلم عليهم إلا نسيت شي حاجة خليوا لي في القسم ديال التعاليق ما زال إن شاء الله غادة تكون لنا عودة ونتكلموا على هاتف الفئات السنية دي المنتخب الوطن المغربي حيث هما القاعدة دي الهرم باش المنتخب الأول إن شاء الله في المستقبل ما يكونش عنده خاصص من اللي كان شوفو دابة المنتخب عنده خاصص في الجهة اليسرى دي الدفع دي المنتخب المغربي فهذا كيبين على أنه ما عندناش الخالف في الفئات السنية إلا كان عندنا الخالف بطريقة مزينة راه يقدر على أنه يلعب في المنتخب الوطن المغربي الأول ويقدم مبارئة كبيرة فقط خاص اللاعبين أنهم يجتهدوا ويستمروا في الاشتغال ديالهم ويشتغلوا بوحدة طريقة أكتر من زملاء ديالهم حيث مخصوم يكونوا عندهم محد المسؤولية دي الحمل والتمثيل دي القميص دي المنتخب الوطن المغربي ما قال لي إلا نودعكم وكان معكم الحجوي من قناة منتخب فانز أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله